ما تزال قضية سرقة رواتب منتسب صحة نينوى لشهرين كانون الثاني واشباط الماضيين في حالة شد وجذب داخل مجلس المحافظة الذي طالب في جلسة عقدت في ناحية القوش بسهل نينوى رئيس الوزراء حيدر العبادي بتخصيص سلفة مالية عاجلة لتعويض الرواتب المسروقة كانت طارئة لمناقشة فقدان رواتب صحة نينوى اكتفوا بأن يوعزوا أو يبعثوا بكتاب إلى القضاء لتسريع عملية حسم القضية وكذلك الطلب من السيد رئيس الوزراء سلفة وفيما يتعلق بتواجد قوى عسكرية مختلفة ومنها البككة واليبكة في بعض مناطق سهل نينوى وخاصة في قضاء سنجر التي تعارضها بعض القوى أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني شرعية تواجد هذه القوى لحماية المواطنين من مسلحي داعش أغلبيتهم أكراد عراقيين فكيف أنت تستطيع أن تطرد أبنائك من بلدك الجاين يعني أتوا أو يقاتلون الداعش ولم تخل جلسة المجلس أيضا من مناقشة الاستعدادات الجارية لتحرير المحافظة من مسلحي داعش ومطالبة جميع الجهات بترك الخلافات الجانبية والتفرغ لإدامة النصر الذي حققته قوات البياشمرق والجيش في محاور الخازر والجوير والجيارة وفي هذا السياق أعرب نواب الأقليات في نينوى عن قلقهم العميق حيال مستقبل المحافظة في ضوء الحديث الذي يدور حول فكرة التقسيم بعد طي صفحة احتلال داعش الاسدية يخافون أن يصبحوا جزء من ضحايا اللعبة أو الشبك يخافون المسيحين ممكن لش متفال لأن أنت تعرف يعني إضافة إلى هذا التقسيم الموجود بين القوى هناك أيضا خطط وملاعيب بين الدول يوسف المندلاوي الحرة ناحية القوش